مولانا وإحنا بنتكلم قبل الفقرة قلتلي معالم رئيسية نح أقبلنا على واحدة ومقبلين على اتنين طبعا فيهم شهر رمضان المبارك واللهم بلغنا رمضان آمين بدأنا بإيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وذكرهم بأيام الله الله من سورة إبراهيم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ألا إن لربكم في أيام دهركم لا نفحات ألا فطع الرضو لها رضي الله تبارك وتعالى على آل بيت النبي وأصحابه وأزواجه وخلفاء الرشيدين المهديين وأولياء الله الصالحين أجمعين وبعد نستطيع أخي الحبيب ومشاهدين الكرام أن نقول مواسم معالم متوالية متتالية نعنونها بعنوان فقه المصريين في مواسم إسلامية فقه المصريين في مواسم إسلامية حلو نحن عندنا سلاسة معالم معلم الترقي ثم معلم الترضي ثم معلم التلقي معلم الترقي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير من سورة الإسراء وفي سورة الناج لقد رأى من آيات ربه الكبرى يبقى لنريه لقد رأى يبقى معلم الترقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد أيام قلائل سيبقى عندنا معلم الترضي فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطر ثم بعد بضعة وعشرين وأقل بإذن الله معلم التلقي إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة المباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنا أتحفت محبين ومشاهدين بأن هذا فقه المصريين ليه؟ لأن المصريين يفهمون الإسلام دون تعصب لوجود الأزار الشريف حق الفهم فإذا أردت أن تبحث عن صحيح الإسلام فلا بد أن تجد أن صحيح الإسلام له مرجعية مشيخية واحدة في العالم الإسلامي ألا وهي الأزهر الشريف فلذلك ثقافة الأزهر إحنا عندنا فيه عيدين الفطر والنحر لأن فيه بعض الاتجاهات الظلامية الجامدة المنغالقة لا يفهمون الفقه المقاصي دي أقول لك إما عندنا أشجر عيد الفطر وعيد النحر بس طب وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيه الحج لا يتحدثون عنه طب وتسعاء وعشراء في المحر ما هي دي مواسم يعني طب تودع فيه فالانغلاق لما يقول لك ما عنديش هلا عيد الفطر وعيد النحر طب وأيام التشريق ده بيمكر بقى فقه المقاصد كله كله قد تبقى لك ومش فاهم سليم لس وفيه مناسبات يعني النبع الصلاة في صيح البخاري حديث مطول مع السيدة عائشة رضي الله عنه إما قال إن لكل قوم عيد فإحنا عندنا فيه مناسبات وطنية زي مثلا العبور نصر اكتوبر التحرر الاستقلال على حسب الشعوب دي مناسبات وطنية فيه مناسبات اجتماعية يعني مثلا في بلاد فارس أو أسيا أو غيرها عندهم عيد النيروس إحنا عندنا شم النسيم عيد مصري قديم فيه مثلا مناسبة الأم يعني عندك أنت دخل عليك إن شاء الله عليك خير شهر مارس فهيدخل عليك إيه؟ هيدخل عليك شهر رمضان ودخل عليك عيد الأم طيب ما شاء الله شوف حتى الرسول أقر القوميات لكل قوم عيد هؤالي سيدنا وباكر كده لما أنكر الصديق رضي الله عنه وجود جاريتين دون سن البلوغ تغنيان بغناء بعاسل هو الغناء الوطني أو الأنشد الوطنية فالسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا باكر إن دعهما فإن لكل قوم عيد ولذلك فقه الصحابة الأفكار الظلامية المتشددة مش فهمها بس يعني بتدعي الانتحال طيب الصحابة لما جوا بمصر طيب ما هو سيدنا عمر بن العصر دي الله عنه والمسلمون الأوائل وجدوا المصرين يحتفلون بشم النسيم لم يمنعوهم لما ذهبوا إلى بلاد فارس وجدوهم يحتفلون بيوم النيروز لم يمنعوهم لما راحوا إلى الشام وجدوا مناسبات تخص أهل الشام لم يمنعوهم وهذا كان فقه الصحابة الذين فهموا الفقه المقاصطي حلو جدا أنا هستأذن هروح بعض الفاصل وعايز أسمع من مولانا أكتر حول فقه المصريين وكيف يفهمون الدين وكيف يفسرونه وينشرونه وزي ما حتك قلت كده يا مولانا كل ده لأنه فيه الأزهر الشريف نعم وهنا يبقى فيه سؤال أظنه كبير جدا ولماذا الأزهر هو الأكثر قوة وتأثيرا على الفقه الإسلامي بشكله الجامعة هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام أهلا بحضراتكم وكل الترحيب مرة تانية بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر العنوان فقه المصريين شوف يا سيدي منذ فقر التاريخ أو ما قبل التاريخ المصريون لهم سعة الأفق ولذلك قال أهل العلم دائما الحضرات بجوار المياه أو الأنهار يعني ما بندرس في علم الجورافية هتلاقي دائما أن الحضرات الكبرى نهرية آه بالزبط كده الله يحسن لك فربنا أراد لهذه البلاد بجوار نهر النيل الحضارة الفرعونية اللي بنعتز بيها المصر القديم شوف عمل إيه الإبداع وكان قبل كده سيدنا إدريس إدريس اللي هو أخ نوخ عند أهل الكتاب وجاء من جنوب مصر وهو أول من خط السياب وأول من اشتغل بصناعات كتيرة جدا وأول من كتب إلى آخره ده سيدنا إدريس إخ نوخ النبي الرسول الذي عاش في أرض مصر أيضا لقمان الحكيم كان من أهل النوبة من أهل مصر معي حضرتك طيب هفجر لك بقى المفاجأة الجديدة عشان نسري مشاهدينا حاضر سيدنا موسى عليه السلام لما أراد أن يتعرف على علم الحقيقة هو نبي معه الشريعة طبعا فربونا قال له روح فين عند مجمع البحرين اللي هو خليج العقبة نحية الأردن وفلسطين المحتلة وخليج القلزم اللي هو السويس مجمع البحرين اللي هي شرم الشيخ ورأس محمد أي روح يقابل الخضر فين في السيناء مجمع البحرين قال له فرح سيدنا موسى وجده طبعا بعد العلامات اللي موجودة في صورة الكاف وجده قاعد على السأل المم قال له إيه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشته امتداد لهذه الفتوحات أراد الله تعالى من 1084 سنة يعني عليكم خير 16 سنة والأظهر يتمم 2000 سنة أستاذية المسلمين الله طبعا بقى الغيرة والحقد ومصالح معينة مش عايزين نخط فيها كتير جندوا بعض الصغار علشان يشغبوا على الأظهر ويحاولوا يضعفوه أو يهدموه أو يحتووه ولكن الله سلم ولكن الله سلم فمن هنا الأظهر الشريف هو الذي أعطى ويعطي وسيعطي صحيح الإسلام مهما جيشوا من شعارات مش مهم دحكوا بها على الناس اللي يقولك أستاذية العالم واللي يقولك تحرير فلسطين ومعدين في أفخم الفنادق واللي يقولك سلف واللي يقولك ألا البيت كلهم تجار 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 لكن يبقى الأظهر بالزهد والورع والحفاظ على الوطنية وعلى الشعوب وعلى الدول وتعالي شوفي أستاذ يوسف وأنت راجل طبعا في مجلس النواب المؤقر وأنا بقول للناس تعالوا شوفوا مدينة البعوثة الإسلامية 85 جنسية بتدرس تتعلم وترجع بلادها تعلم سفراء للإسلام على نفقة الأزهر الشريف صحيح فالأزهر لا يسعى إلى مصالح سياسية ولا فأوية ولا طائفية ولا يدعي أنه بيحتكر الحق وأنه غيره مش عارف إيه والكلام اللي موجود عند الجماعات والتنظيمات اللي من سبعنات القرن الماضي والحمد لله جاءت الأحداث وكشفتهم وعرف الناس قيمة الأزهر فده من فقه المصريين أنه عندنا الحمد لله رب العالمين يعني حضرتك شوف الرئيس التركي إما جاء مصر حرص على زيارة إيه الإمام الشافع عشان ده هو يتعبد على مذهبه لأنه خلي بالك تركيا بالذات مذهبها الرسمي الحنفي لكن الرئيس التركي هو يتعبد لله على المذهب الشافعي فلما جاء مصر حاب يروح لمين؟ لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه واستاذ الدنيا وأحد كأكابر مؤسسي المذاهب الفقية المعتمدة وكان بيدرس في مسجد سيدنا عمر بن العاص سيدنا الإمام الشافعي وابن حجر العسقلاني وسيد ابن عطاء الله السكندير أقول لك إيه والعيد لك إيه؟ سيدنا الإمام الشافعي ما هو يعني تتلمذ على يد الإمام مالك الإمام مالك الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه وبعدها الرحمة قابل سيدنا محمد بن الحسن في العراق ولكن جاء شوف بعد ما رح يجامن وراح العراق له الإمام الشافعي انتهى به المطفين في مصر وكل من جاء مصر زي السيدة نفيسة سيد سيدة زينب علي رضوان الله كل من جاء من آل البيت من الصحابة من الأولياء ما تركوا مصر المقولة بقى من شرب النيل لا يغادر النيل أبدا أبدا فيش حد بالمناسبة يعني فكل سنة من طيبين إسراء ومعراج تحويل القبلة ولاية النصر من شعبان وشهر رمضان شهر رمضان واخواننا المسلمين كلهم العرب وغير العرب يعرفون الوهج والزخم والكرم والتفاعل والحيوية في شهر رمضان هنا في مصر مش كده برضو أنا بقول كده والله لا ده سعيد رمضان في مصر كل حاجة تانية فعلا مش هزار